وراء جدران مطار العاصمة مقاديشو تجمع أعداء البرلمان ومجلس الشيوخ لانتخاب رئيس للبلاد في هذا المكان الذي يعد آمنا أكثر من غيره يتنافس 23 مرشحا على كرسي الرئاسة من أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود ورئيس حكومته عمر عبد الرشيد شارماكي إلى جانب الرئيس الأسبق شيخ شريف شيخ أحمد الأمر الجيد في هذا اليوم أن لدينا رؤساء وزراء ونوابا يصوتون من أجل انتخاب الحكومة المقبلة هذه خطوة أساسية بالنسبة إلينا وهو شيء نفخر به نحن الصوماليين المجتمع الدولي يدعم هذا المسار والجميع يترقبون ما الذي ستسفر عنه هذه الانتخابات من نتائج يحضر رئيس الصومالي المنتهية ولايته بتأييد ثلث المشرعين مما يعطيه ميزة عن غيره لكن لا أحد من المرشحين بمن فيهم حسن شيخ محمود يضمن فوزه بمقعد الرئاسة ويأتي يوم انتخاب الرئيس عقب حملة ارتفعت فيها حدة التنافس وتميزت بالتراشق الإعلامي والاتهامات بالفساد المالي والإخفاق الأمني والاستقواء بالخارج وقد شهدت البلاد مسلسلا من الحروب والفوضى امتد لأكثر من عشرين عاما ولا تزال الوضعية الأمنية بالصومال غير مستقرة بفعل العمليات المسلحة المتفرقة والتي كانت سببا مباشرا في إلغاء تصويت الناخبين لعجز السلطات الصومالية عن تأمين مراكز الاقتراع